أربعة إخوة في مراحل ينتقلون ابتدائي بعدين يروح المتوسط يروح للثانوي ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع وقل لهم ما شاء الله لا قوة إلا بالله من المتفوقين دراسيا ما شاء الله يعني ما شاء الله تفوق علمي عالي جدا هذا رقم واحد رقم ثنين من أميز طلاب المدرسة أخلاقا وسلوكا وأدبا رقم ثلاثة على استقامة وتدين ومن حفظة كتاب الله تعالى المهم هذا المرشد لما شاف المنتج الرابع الابن الرابع قال اسمع بكرة ما تجي المدرسة اللي تأتي بولي أمرك معك فالابن هذا تخوف وش ليش يعني يجيب ولي قال أبد ما تجي المدرسة اللي تجيب والدك معك فذهب وحدث والده أن المدرسة على الوجه الخصوص المرشد يريده قال عسى أن يكون خيرا جاء اليوم الثاني حضر الأب إلى المرشد الطلابي خير إن شاء الله قال أبدا يا أبو هلان والله الأبناء ما رأينا منهم إلا كل خير مميزين علميا مميزين دراسيا مميزين أدبا وخلوقا وسلوكا مميزين قرآنيا ودينيا دينيا أنا بأس لك سؤال الله يرضى عليك وعلى والديك وأرجوه أن تكون صادق معي وتواضحه إيش هذا أعطيني إيش السر الآن أربعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله على نفس واحد ونمط واحد ما شاء الله تميز الرجل يعني المرشد الطلابي رأى في الأب هذا بساطة جدا وأب بسيط جدا ما تقول عليه معالي شخص مثل ما يقولون من عامة المسلمين ما السر في ذلك إيش السر قال والله شوف أنا ما عندي لا أسرار ولا أذكر شيء يعني أنا أظنه لكن أنا عندي قضيتين أنا متيقم منها تماما وقد يقول لها هذا التأثير قال له إيش هذه القضيتين اللي هي قد تؤثر هذا التأثير قال لما الأمر الأول والله الذي لا إله إلا هو لم أطعمهم ريالا من حرام ولا شبهة حرام يا الله ريال حرام أو شبهة حرام حلال ولذلك المال الحلال يؤثر في الأبناء يا أخي مهم جدا لما تطعمهم حلال لما تكسوهم بالحلال لما تسكنهم في الحلال لما يكون مركوبهم من الحلال لما يكون ما تأتي بهم ليذاكروا به أو يدرسوا كتبهم بالحلال تدرسهم بالحلال وتطعمهم الحلال وتكسوهم الحلال وتسكنهم الحلال كان لهذا أعظم الأثر قال هذا السبب الأول طيب والثاني والسبب الثاني والله ما سجدت لله سجدة أو قمت في ليل من الليل أو تر أو أصلي من الليل أو كنت في وقت إجابة في جمعة أو بين الأذانين إلا ودعوت لهم لأبناء المسلمين أقول اللهم أصلح أبنائي وأبناء المسلمين اللهم أحفظ أبنائي وأبناء المسلمين اللهم بارك في أبنائي وأبناء المسلمين ترى يا أخ مصطفى وعند رأسك ملك موكل بك يقول إيش آمين آمين ولك بمثل والملك أدعى بإجابة الملك أدعى أن يكون أكثر استجابة منك يستجيب ولك بمثل هذين يمكن أقول أنها من الأسباب التي يعني يكون للوالدين فيها تأثير على صلاح الأبناء واستقامة